الجمهور عندنا في مصر عالمنا أظن العربي أيضا ينتظر انطلاق فاعليات مهرجان رشيد للغنى واللي بتنظمه دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع محافظة البحيرة بيضم بقى عدد كبير جدا من مطربينها ونجمنا من خلال هذا المهرجان والمقام على مدار تقريبا ثلاث أيام يبدأ بإذن الله يوم الخميس الجاي 22 سبتمبر يبقى خميس جمعة سبت شايفين بقى حضراتكم ده راجل بالمناسبة من أكتر الناس اللي مشهود لهم بحسن الأخلاق فنان النجم الكبير هشام عباس أهلا 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 السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وزاك هشام عامل إيه وحشني دايما قد الدنيا والله ربنا خليك حبيبي أشكرك والله هشام يمكن أتكلم على المهرجان رشيد بالسنة الحقيقة كنت بقول شهادة غير مجروحة وهي حقيقية هشام من أكتر الناس اللي مشهود لها بحسن الأخلاق وباللطف وبالمواد ده والكلمة الحلوة في المطلق لكل الناس يا فندم ده كرم كبير من ربنا والله ربنا خليك يا رب يحفظ كرم والله يعني ده كل ده يعني الحمد لله يعني بجد بجد بردى ربنا وكل ده يعني بالأهل والعيشة للوحد كان عايشة قبل كده بس الحمد لله بس أنا عايز أقول لك حاجة عشان أنا كنت أسمع وأنت بتتكلم أنا كنت أسمع مع الناس اللي بتفرجوا عليك دلوقتي هو الفن بيرتقي مش بس بالأعمال الفنية الفن بيرتقي بالمطلق نفسه اللي بيسمع الأعمال هم دول اللي بيدوا الدفع وهم دول اللي بيدوا لك الأحساس أنت عايز تعمل إيه جديد وعايز تتقد نفسك إزاي وعايز لما بيبقى المطلقي مش فرق معاها ولما بيبقى المطلقي بيبقى عجبه أي حاجة بتحصل وأي حاجة عشوائية وأي حاجة الفن بيطلع بره علشان يبتدي يعمل إرضاء إرضاء لغرائز وإرضاء لأزواق مختلفة فلازم تطلع بره الأسلوب اللي بتعود عليه وتطلع بره الطرق والتقاليد والقوانين بتاعة التابة والمزيكة وكل حاجة بيطلع الموضوع بيروح في حتة عشوائية ممكن يروح يحتت في حتة صحراوية ممكن يروح يحتت فيها غابات وفيها حاجات يعني قصدي أنه زي ما بيقولك أنه أكتر حد بيأثر في الإنسان في الثلاث المغني اللي بيطلع يغني ويقول حاجات معينة المتنقق طبعا فاللي بيحصل دلوقتي أنه بيحصل تغييرات ونقطة فارقة ومحطات مختلفة بتخلي الواحد يعد يبص كده من بعيد يعني هو وأنا فيني في الناس دول وأنا فيني في الحتة دي وأنا هل أعمل اللي بيرضي الناس واللي هعمل اللي بيرضيني أنا كنت بعمله قبل كده وماليش دعوة بالناس أنت بتفضل إيه أشياء بتقعد فترة كده لغاية ما تبتدي تعمل لنفسك أورينتيشن من أول اللي هو تتعرف على السوق اللي أنت بتشتغل فيه ده وتقعد تقول لا أنا بقى حضل في الحتة دي أو أنا هاختار الحتة دي أو أنا حضل هنا مكمل مع نفسي ويحصل بقى اللي يحصل نعمل إيه وإحنا بنشتغل وربنا بقى معينا في النهاية لأنه ربنا معاك في كل حاجات ربنا معنا دايما وفي كل الحاجات دي بالنسبة بقى للمهرجان المهرجان الرشيد اللي بتعملوا الأوبرا الهامين دول أو السنين الكام سنة اللي موجودين فيهم اللي احنا بدأنا في المحافظات وفي الأماكن الجديدة بصراحة أنا مبسوط جدا جدا بالمهرجانات اللي بتتعامل في المحافظات المحافظية عملنا حفلات حلوة في أبيدوس الله سفاج عملنا حفلات حلوة في إنا عملنا حفلات عمنا عندنا حفلة فرشيد وهيبقى في حفلات تانية في المحافظات تانية ده حاجة بجد حاجة أنا ببقى سعيد جدا جدا لما بروح مهرجان مثلا دي الألعة بيت المحكى الحاجات الجميلة دي اللي هو بتلاقي فيها ناس كتير من المصريين اللي هم المصريين اللي في الشارع اللي موجودين التذكرة من 20 جنيه اللي بيروحوا وياخد عائلته وياخد أولاده ومراته ويروحوا عشان يتفرجوا على النجمة بتاعهم اللي بيخبوه صحيح خروجة عيلة يعني خروجة أسرة مصرية عادية جدا أنا بحكي الحاجاتي قوي قوي يا يوسف الله شايم بص أنا أنا ربنا عالم وأنت عارف أنا بحبك قد إيه وعايز وعايز جدا أنك تنورنا في البرنامج على حسب وقتك لا أكيد تنورنا جدا 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 كنا لسه من كام أسبوع قاعدين أنا وطارق مذكور جبنا في سيرتك بس طبعا بالخير جدا 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 فلازم هنتقابل ونقعد بقى كده وندردش في البرنامج ده عندنا حكايات كتير عايزين نقعد نتكلم فيها مش بس غناء يعني مع أن الدنيا لسه مليانة غناشة أشكرك ألف 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 شكر لك